بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين إذن قبل أن أضع لكم فرضا محروصا لمدة الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الإعدادي حسب برنامج الرياضيات للدورة الثانية للسنة الثالثة من التعليم الإعدادي إذن سوف أحاول أن أضع تلخيصا لهذا الدرس المعادلات ثم المتراجحات وكذلك من خلال لتوضيح هذا التلخيص هذا سوف نعتمد على تمارين تطبيقية إذن أولا المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد إذن تعريف كل عبارة رياضية تحتوي على رمز يساوي تسمى متساوية إذن هناك يساوي إذن هذه العبارة الرياضية تسمى متساوية وعكس ذلك عندما تكون لدينا إشارة أكبر من أو أصغر من إذن تسمى متراجحة كل متساوية على شكل AX زائد B يساوي الصفر بحيث أن A معروفة وB معروفة وX مجهولة تسمى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد هو X ماذا أقصد A معروفة وB معروفة؟ إذن A يمكن أن تكون 1 جوج 3 4 5 جوج 0.3 مليون يعني هي رقم ولكن هنا في التعريف نضعها A وكذلك B نفس الشيء غير هو A مختلفة عن B يعني لماذا؟ لأن تعريف تكون بهذا الشكل نقول A وB يعني هي أعداد معروفة في التمارين وكذا ولكن يعني هي من خلال التعريف نضع A وB لذلك نبسط من أجل التبسيط أما X فهي مشهولة هي التي نبحث عنها في التمارين وغيرها إذن AX AX ما معنى AX يعني A في X AX هي A في X زائد B يعني زائد B هذه عادية إذن تساوي السفر إذن هذا هو نموذج المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد مجهول واحد هو X من الدرجة الأولى ماذا تعني من الدرجة الأولى؟ أن X يعني هو يعني X غير S بدون S S1 يعني من الدرجة الأولى معنى S1 درجة الثانية يعني هناك S2 درجة الثالثة يعني هناك أس ثلاثة واضح؟ إذن هنا درجة أولى بمجهول واحد بمعنى X لا يوجد لدينا مجهولان مجهولان مثلا عندما يكون لدينا X و Y هذه مجهولان واضح؟ إذن ملاحظة حل المعادلات هو البحث عن جميع قيم X إن وجدت إذن حل المعادلة هو البحث عن X وغالبا الأسئلة يطلب مننا أن نبحث عن قيمة X إذن الحالة الأولى حل المعادلات من نوع AX زائد B يسوي السي إذن المجهول هنا ما هو؟ هو X ولدينا A معلوم وB معلوم وكذلك السي معلومة إذن لكي نفهم ذلك سوف نرى النماذج إذن لدينا هذه المعادلات حل المعادلات إذن لدينا مثلا لدينا هذه المعادلة ناقص 3X زائد 4 يسوي السفر إذن من هو A هنا فيه؟ يعني هذه المعادلة هذه ما هو A؟ A هو ناقص 3 وA وB و4 والS هو 0 والS هو 0 واضح؟ إذن ماذا يعني هذا؟ ناقص 3X زائد 4 يسوي السفر ماذا يعني؟ يعني أن ناقص 3X يسوي ناقص 4 نحول زائد 4 إلى الطرف الآخر تصبح ناقص 4 والسفر يعني إذن ناقص 4 زائد السفر ماذا؟ ما هي؟ هي ناقص 4 إذن السفر تعتبر عنصر محايد إذا كان هناك رقم آخر نزيل السفر يعني هذه مسألة واضحة ثم بما أننا حولنا الطرف الأول لم يعد لدينا إضافات أو نواقص في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني إذن ناقص 3X يسوي ناقص 4 إذن ماذا يسوي هذا؟ إذن هذا إذن نحرر X 3 من X إذن تصبح X يسوي ناقص 4 على ناقص 3 يعني هكذا نكون قد إذن ومن هو؟ يعني نزيل ناقص مع ناقص إذن تبقى 4 على 3 إذن X يسوي 4 على 3 وبالتالي المعادلة تقبل حل وحيد هو 4 على 3 إذن هذه معادلة نموذج ثم لدينا معادلة أخرى نموذج ثاني خمسة مضروبة في فتح القوس X زائد واحد سد القوس يسوي 2X ناقص 1 إذن لقد رأينا سابقا كيف نتعامل مع الأقواس رأينا ذلك في السنة الأولى وفي السنة الثانية إذن كيف نتعامل مع الأقواس إذن لدينا خمسة ماذا تعني خمسة أمامها قوس؟ هذا تعني أن خمسة في ذلك القوس مضروبة في ذلك القوس إذن بإزالة الأقواس ماذا نفعل؟ إذن إزالة الأقواس يعني 5 في X زائد 5 في واحد خمسة في واحدية خمسة إذن 5X زائد 5 تساوي 2X ناقص 1 ثم نجمع الإكسات مع بعضهم البعض هو العوامل المعروفة المعرفة مع بعضها البعض إذن ماذا ستعطينا؟ ستعطينا 5X ثم نحول 2X إلى الطرف الآخر تصبح ناقص 2X تساوي ناقص 1 نحول زائد 5 إلى الطرف الآخر تصبح ناقص 5 إذن ماذا ستعطينا؟ ستعطينا 3X يساوي ناقص 6 إذن X ماذا تساوي؟ تساوي ناقص 6 على 3 لأننا حررنا 3 من X واضح؟ إذن 3 في X إذن عندما نحول هناك عملية ضرب هنا في هذا الطرف 3 في X إذن هناك عملية ضرب إذن لكي نفكك الضرب إذن الضرب يتحول إلى الطرف الآخر إلى قسمة إذن ناقص 6 على 3 هي ناقص 2 لماذا ناقص 2؟ لماذا؟ لأن 6 ما هي 6؟ 6 في الواقع هي 3 في 2 6 هي 3 في 2 إذن نختزل 3 مع 3 تبقى لنا 2 ويبقى لنا الناقص إذن هي ناقص 2 إذن الحل هو ناقص 2 واضح؟ أتمنى أن يكون ذلك واضحاً نذهب إلى المعادلة الأخرى إذن المعادلة الأخرى هي 2 2X زائد 5 يساوي 2 قوس X زائد 1 سد القوس زائد 3 إذن نقوم بنفس العملية نزيل الأقواس إذن ستعطينا 2X 2 في X هي 2X زائد 2 في 1 هي 2 زائد 3 إذن نجمع الأرقام المعلومة الأرقام المعلومة هي غير مرتبطة بX إذن نجمع الأرقام المرتبطة بX في طرف ونجمع الأرقام المعلومة في الطرف إذن لدينا 2X ناقص 2X إذن نحول 2X التي كانت في الطرف الآخر إلى الطرف الآخر ستصبح ناقص 2X إلى الطرف الأول ثم نحول 5 إلى الطرف الآخر ستصبح ناقص 5 وعندما نجمع 2 مع 3 ستعطينا 5 إذن 5 ناقص 5 ماذا يعني هذا؟ يعني أن 2x ناقص 2x كم تساوي؟ تساوي 0x 0x و 5 ناقص 5 كم تساوي؟ تساوي 0 إذن مهما كان x فإن 0 يساوي 0 مهما كان x تعلمون ماذا تعني؟ يعني قيمة x تقبل أي قيمة يعني 1 2 3 14 مليون مليار أي قيمة لx فهو يساوي 0 واضح؟ وبالتالي جميع الأعداد الحقيقية حلول لهذه المعادلة جميع الأعداد الحقيقية إذن هذه مجموعة وهي المجموعة R يعني أو مجموعة Z أو إذن لدينا معادلة هذا النموذج الأخير إذن 3 فتح القوس 2x ناقص 1 صد القوس يساوي 6x زائد 7 إذن كما قلنا نزيل الأقواس 3 في 2x 3 في 2 يساوي 6 في x يساوي 6x ثم 3 في ناقص 1 يناقص 3 تساوي 6x زائد 7 إذن لدينا 6x ناقص 6x يساوي 7 زائد 3 إذن 6x ناقص 6x كم تساوي؟ تساوي 0x إذن 0x يساوي 10 هذا غير ممكن لا يمكن إذن 0 مضروف x ضروري يجب أن يساوي 0 وهذا غير ممكن لأن 0 تخالف 10 وبالتالي المعادلة لا تقبل الحل إذن كما تلاحظون يمكن أن المعادلة لا تقبل الحل يعني حلها هو مجموعة ثارغة لا يقبل الحل واضح إذن هذه بالنسبة للحالة الأولى إذن هناك احتمالات يعني الاحتمالات الواردة إما أن نجد حلا أو أن نجد أو أن لا نجد الحل أو أن نجد جميع الحلول هذه الاحتمالات الأربعة الاحتمالات الثلاثة أن نجد حلا x يساوي عدد أو أن نجد أو لا أن نجد أن x لا يقبل الحل أو أن نجد أن x يقبل جميع الحلول واضح؟ لن ندب إلى الحالة الثانية وهي معادلات من نوع قوس AX زائد B بين قوسين مضروب في CX زائد D بين قوسين يسوي السفر كما نعلم هنا أن المجهول هو X أما A وال D A, B, C, D هؤلاء معلومات معاليم معاليم بمعنى أنها تأخذ رقم معين أي كان ذلك الرقم إذن خاصية A و B عددان حقيقيان A في B يسوي السفر يعني أن A يسوي السفر أو B يسوي السفر إذن هذه قاعدة إذا كان A في B يسوي السفر فماذا يعني ذلك؟ يعني أن أحدهما أو كلاهما يسوي السفر واضح؟ إذن حل المعادلتين إذن هناك نموذجين إذن لدينا هذا النموذج X زائد واحد بين قوسين في 2X ناقص ثلاثة بين قوسين يسوي السفر إذن ماذا يعني هذا؟ يعني إما أن X زائد واحد تسوي السفر أو 2X ناقص ثلاثة تسوي السفر إذن إما أنه X تسوي ثلاثة على إثنان أو X تسوي ناقص واحد يعني كما رأينا هنا هذه معادلتان نقوم بحله ما تعطينا في الأولى X يسوي ثلاثة على إثنان وفي الثانية X يسوي ناقص واحد وبالتالي المعادلة تقبل حلين هما ناقص واحد وثلاثة على إثنان المعادلة الثالثة لدينا X أس إثنان X أس إثنان إذن هذه معادلة من الدرجة الثانية ولكن علينا بما أنه لازم نرى ما نصل لمستوى أن نحل معادلة من الدرجة الثانية إذن علينا أن نحولها إلى معادلة من الدرجة الأولى إذن X أس إثنان ناقص السبعة X تسوي السفر يعني ماذا؟ تعني أن X نفتح القوس X ناقص سبعة يسوي السفر نختزل بX فهمتم ماذا فعلنا هنا؟ اختزلنا بX فقط اختزلنا بX إذن المعادلة تكافئ إما أنه X يسوي السفر أو X ناقص سبعة يسوي السفر ماذا يعني هذا؟ يعني أن X يسوي السفر دائما أو X يسوي سبعة وبالتالي المعادلة تقبل حلان وهما سفر وسبعة إذن المعادلة في مثل هذا المثال هذا المعادلة في مثل هذا النوع من المعادلات إذن المعادلة تقبل حلين اثنين حلين اثنين وسوف نرى أيضا إذن هذه الحالة الثانية تقبل حلين اثنين واضح؟ دائما تقبل حلين اثنين تنتذكر في هذه الحالة معادلة من هذا النوع معادلة تقبل ثلاثة أشكال إما تقبل حل أو لا تقبل أي حل أو تقبل جميع الحلول واضح؟ هناك ثلاثة حلول أما هنا فهناك حلان دائما حلان المعادلة تقبل حلين دائما واضح؟ إذن نذهب إلى الحالة الثالثة معادلات تحتوي على كسور معادلات تحتوي على كسور هي نفس الشيء في الواقع فقط هناك الكسر يعني قد يكون مزعجا أحيانا إذن ملاحظة عموما لحل هذا النوع من المعادلات نوحد المقام إذن لكي نحل هذا النوع من المعادلات يستحسن أن نوحد المقام إذن حل المعادلة إذن لدينا هذه المعادلة إثنان إكس زائد واحد على خمسة يساوي إكس ناقص واحد أيضا على خمسة إذن كيف يعني نضع هذا إذن إذن ثلاثة المقام خمسة نضربه في البسط الثاني وثلاثة التي في المقام الثاني نضربها في البسط الأول إذن ثلاثة في إثنان إكس زائد واحد يساوي خمسة في إكس ناقص واحد بين قوسين فهمتم؟ ثم أنا نقوم بنفس العملياني ثلاثة سوف نضربها في إثنان تعطينا ستة إكس ثم ثلاثة نضربها في واحد تعطينا ثلاثة تساوي خمسة نضربها في إكس تعطينا خمسة إكس ثم خمسة نضربها في ناقص واحد تعطينا ناقص خمسة يعني ونجمع المجاهيل في طرف ونجمع المعاليم في طرف إذن تعطينا ستة إكس ناقص خمسة إكس يساوي ناقص خمسة ناقص ثلاثة إذن إكس يساوي ناقص ثمانية إذن المعادلة تقبل حل وحيد وهو ناقص ثمانية إذن كذلك لدينا هذا المعادلة إذن هنا عندما لا يكون لدينا الكسور واضحة الكسور تأخذ الطرف كاملا تكون بسيطة كما قلنا يعني نضرب هذا المقام في المقام الثاني في البسط الأول والمقام الأول في البسط الثاني تكون بسيطة ولكن هنا تكون معقدة قليلا لدينا إثنان إكس زائد واحد على خمسة ناقص إثنان يساوي إكس ناقص واحد على ثلاثة إذن هنا مشكل إذن هنا ينبغي أن تلك إثنان ينبغي أيضا نجمعها مع المقام لكي نجمعها مع المقام إذن ماذا تساوي إثنان ناقص إثنان في الواقع ناقص إثنان هي ناقص إثنان على واحد وناقص إثنان على واحد ماذا نقوم؟ نقوم بخمسة يعني هنا ما الذي فعله هنا يعني هم قاموا بتوحيد المقامات جميعا در ماذا فعلوا بالنسبة لخمسة ضربوها في ثلاثة فأعطت خمسة عشر إذن ضربوا البسط في ثلاثة وضربوا المقام في ثلاثة كذلك بالنسبة لإثنان ضربوها أيضا في خمسة عشر وضربوا المقام في خمسة عشر وضربوا البسط في خمسة عشر ثم في الطرف الثاني أيضا ضربوا المقام في 5 أعطت 15 وضربوا أيضا البسط في 5 دائما لكي يكون المقام موحد نفس العدد الذي ضربنا به البسط هو نفسه نضرب به المقام إذن سوف تعطينا على هذه الشكلة 60x زائد 3 ناقص 30 يساوي 5x ناقص 5 ثم في الصطر الآخر 6x ناقص 5x يساوي ناقص 5 ناقص 3 زائد 30 في الأخير ستعطينا x يساوي 22 x ستساوي في الأخير x يساوي 22 إذن المعادلة تقبل حل وحيد وهو 22 إذن هذه الحالة التالتة لدينا أيضا الحالة الرابعة ثم الحالة السادسة الحالة الرابعة هي معادلات من نوع x 2 يساوي ثم نتوقف هنا لكي لا أطيل عليكم ونلتقي مع الحالة الرابعة في الدرس المقبل يعني في التلخيص المقبل شكرا لحسنة تتبعكم ونلتقي مع الحالة الرابعة في الجزء الثاني ونلتقي مع الحالة الرابعة في الجزء الثاني ونلتقي مع الحالة الرابعة في الجزء الثاني